التسعى بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغريمين والغريمات ودراسة حالاتهم تمهيدا للإفراج عن دفعة منهم مع خلول عيد الفطر المبارك جاء ذلك خلال اجتماعيه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي وصرح متحدث رئاسة بأن الاجتماع تناول جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغريمين والغريمات في إطار المبادرة الرئاسية مصر بلا غريمين حيث وجه رئيس السيسي بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم وخلال اجتماع آخر لمتابعة البرنامج القومي للرائدات المجتمعيات والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وجه رئيس السيسي بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهليات وأليات التنصيق بينها وبين منظومة الرائدات نظرا لمردودها وأهميتها وكذلك تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة المشكلات المجتمعية الشائعة لبلورة أفضل سبل لتدخل الدولة لتقديم الحلول المناسبة لها مع تقديم الدعم الأكاديمي لهذه الجهود وذلك بالتنصيق والتناغم مع مبادرات الدولة في هذا الإطار مثل تنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للبرنامج في محافظتي سهاج وقنة حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالية المشروعات الجارية والمنتهية في مراكز محافظتي سهاج وقنة بلغ 419 مشروعا وتم الانتهاء من 3589 مشروعا منها أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 4 ملايين و800 ألف أوكراني فروا من بلدهم من جراء الحرب وبحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 215 ألف شخص غير أوكراني غلبيته من الطلاب والعمال فروا من البلاد إلى دول مجاورة مما يعني أن الحصيلة الإجمالية للفرين من أوكرانيا تخطط خمسة ملايين شخص قال الرئيس الأوكراني فلاديمي زيلنسكي أن 18 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 في قصف تعرضت له مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا خلال الأيام الأربعة الماضية وصف زيلنسكي القصف المتواصل على خاركيف بأنه إرهاب متعمد ضد أحياء سكنية عادية وضد مدنيين في الوقت النفسي قالت مصادر أوكرانية إن القوات الأوكرانية نجحت في شن هجمات مضادة في منطقة خاركيف لتستعيد السيطرة الكاملة على قريتين وتسيطر جزئيا على قرية ثالثة قال رئيس الوزراء الأوكراني دانس شاميهال إن القوات المتبقية في مدينة ماريوبل الساحلية الجنوبية ما زالت تقاتل وأكد رئيس وزراء أوكرانيا أن المدينة لم تسقط بعد مضيفا أن الجنود الأوكرانيين يواصلون السيطرة على بعض أجزائها وإذا تأكدت سيطرة روسيا على المدينة الساحلية التي تعد الميناء الرئيسي في منطقة دونباس جنوب شرق البلاد فستكون أول مدينة أوكرانية كبرى تسقط منذ الأزمة الأوكرانية نهايات المجرسة التسعة ناول الاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل